اللي موقفهم حرج هم الناس اللي بيصابوا الناس اللي بيصيبوا وما بيقوش في موقف حرج بيبقوا مجرمين الناس اللي بتعمل ده دول اسمهم مجرمين مش محتاجة اي تفسير ولا محتاجة اي تبرير ولا توصيف ولا اي حاجة من الحاجات دي ومش محتاجة خبير ولا محامي ولا رجل خانون عشان يقول ان العمل كده ده مجرم وان الاتموقف حرج هو فعلا اللي تعمل في ده وغالبا بيكون مش غالبا ده دايما بيكون بلا سبب مبادرات 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 مزاد المبادرات ومبادرات للبيع ومبادرات مستعملة ومبادرات جديدة ومبادرات على قفة من يشيل حسام عقل عضو المكتب السياسي الحزب البديل الحضاري عضو تحالف دعم الأخوان اللي كنا أكلمنا عنه قبل كده وعن مبادرته قال إن هم اجتمعوا 6 ساعات مبارح عشان يناقشوا المبادرة اللي هيقدمها الحزب لكل الأطراف السياسية عشان ينهي بيها الأزمة الحالية والعمل على فتح صفحة جديدة بين الاطراف المختلفة احنا مش ضد ان احنا نتواصل لكن ضد ان احنا نعمل اي كلام ونسميه مبادرة او نسميه مصلحة عقلي قال اليوم السابع ان المبادرة اللي بتشمل 3 محاول رئيسية هي سياسية واقتصادية واقتباعية تم التوافق عليها من كل الاطراف سواء الاخوان او مؤسسة الرئاسة وقال ان كل الاطراف ادت دوق اخضر للعمل بالمبادرة وانهائها لعرضها على جميع الاطراف هم مين الاخوان اللي موجودين يا استاذ عقلي اللي انت بتتكلم معهم اللي ممكن من حقهم يوافقوا او ما يوافقوش ولا انت بتتواصل مع التنظيم الدولي في الخارج وعارف مكانه واماكن تحركاته وبتتواصل مع مين في الرئاسة وازاي الرئاسة لغاية دلوقتي ما قالتش حاجة عن هذا الموضوع ولا الرئاسة في رأيك انها بتتكتم على مثل هذا الامر ولا انت بتقول حاجة مش حقيقية عقلي قال ان هم بيتواصلوا مع المصابين انه مصابين يا استاذ عقل اللي بتتواصله معهم مصابين الشرطة ولا مصابين الاخوان ولا مصابين القوات المسلحة ولا المصابين من الاهالي المدنيين زي اللي اصيبوا النهاردة وبيصابوا كل يوم وزي اللي كنا شايفينهم قدامنا على الشاشة من الحاوندية بيقول ان المصابين دولت واهالي القتلى دول طرف اصيل والمبادرة بتحتوي في عنصرها التالت الدية لكن ما ردش على السؤال اللي انا كنت سألته من اسبوعين او من اقل لما قلت الدية المين ومين اللي هيدفعها هالاخوان هيدفعوا الدية لاهالي شهداء الجيش والشرطة والمدنيين اللي ماتوا بيموتوا هل هيدفعوا تمن الكبري اللي فجروا النهاردة كبري الجيزة اللي فجرواه هل هيدفعوا قيمة المتحف الاسلامي اللي تم تفجيره وهم بيحاولوا يفجروا ومديريات الامن هل هيدفعوا تمن مديريات الامن اللي عملوها باعتبار طبعا ان القادة الشرعية من اتلف شيء فعليه اصلاحه ولا يا سيد عقل انت متخيل اننا كمواطنين ممكن نسمح حتى لرئيس الجمهورية او حتى لوزير الدفاع حتى لو اصبح وزير اصبح رئيس للدولة انه ممكن يتنازل عن مثل هذه الحقوق ويقولنا معلش يا جماعة عفى الله عما سلف ومن فلوسكم هندفع تمن اعادة بناء هذا الشيء اكيد احنا لا هنسمح بالتنازل عن حقوقنا لا المادية ولا الادبية ولا الدية ولا حقوق الناس اللي قتلت الحقوقهم الجنائية اللي موجودة لان ده مش حق ممكن يتنازل عنه ولا الرئيس ولا الوزير ولا رئيس الوزراء ولا اي حد لان فيه حق موجود للمجتمع حتى اهالي الناس اللي استشهدت مش من حقوقهم ان هما يتنازلوا مقابل الدية ايه رأيك بقى لان فيه حق للمجتمع حتى لو صاحب الحق الاصيل نفسه تنازل عنه هتعمل ايه في الكلام ده ولا برضو مبادرات 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 شبه كده مبادرة الدكتور نفع والدكتور والاستاذ هيكل الدكتور بمناسبة الدكتر الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية قال حزب النور مخانشي مرسي ولا الاخوان قال لصحيفة الشرق الاوسط اللندنية حزب النور كان هو المتحمل المسئولية على الارض باتفاق الطرفين عشان يدعو الشعب لانتخاب مرسي واستمر الدعم لغاية دستور 2012 ده كلام جديد ما كناش عارفين ان حزب النور هو المسئول اللي جاب لنا محمد مرسي كنا فاكرين الاخوان هم اللي جابوا محمد مرسي لكن برهامي النهاردة هو بيقول ان السلفيين هم اللي جابوا محمد مرسي بيقول حاولنا في اللقاء مع وفد من مكتب الارشاد برئاس الدكتور محمود عزت يوم 16 يونيو اللي فات اننا ننبه للاخطار والاخطاء واهمها الخطاب التكفيري العنيف وضرورة تغيير الخطاب لكن الاخوان تنصلوا منه وقالوا ان كلام ده مش بيمثلهم واللي بيستخدموه هم الجماعة الاسلامية ومن سلفية القاهرة اللي تتبنى فكرة ان الاخوان هم رجال المرحلة بالاضافة لرموز محسوبة على الاخوان الاخوان قالوا ان دول مش بيمثلوهم وانهم هم مع انه هم اللي بيصدروهم في المشهد برهامي قال لابد من محاصرة الفكر التكفيري المهد الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي لفت نظري طبعا ان الدكتور برهامي بيكلم الصحف عادي جدا هو والكلام في العمرة طلع انه هو مش رفث ولا حاجة وانه ممكن يكلم الصحف وهو موجود ولفت نظري برضو ان الشيخ جلال المرة مطلعش يكذب ان الدكتور برهامي اتكلم مع الصحيفة اللندنية ولا قال ده هو الكلام ده ما حصلش وانه هو ما تكلمش مع اي حد لفت نظري ان الدكتور برهامي بيهاجم الحوار التكفيري رغم ان الشيخ برهامي في بداياته كان بيرفض الظهور في التليفزيون باعتباره بدعة وكل بدعة ضلالة وبعدين غير لفت نظري حاجة نسيتها من زمان ان الدعوة السلفية في اسكندرية اللي الشيخ ياسر نائبها هي اللي غطت التمثال في اسكندرية ولفوه بالاماش شيخ ياسر اذكركم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى شيخ ياسر ويحذركم الله نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا